موسيقى حمل مدرب منتخب السودان المقال زدرافكو لغارتش كلا من حسن برغو الفاتح باني مسؤولية عدم تجديد عقده بعد نهايته في نوفمبر المنصرم وبحسب زدرافكو فإنه كان قريبا من تجديد عقده مع المنتخب غير أنه ألمح إلى أن حسن برغو والفاتح باني عملا على عدم اتخاذ الخطوة وغادر المدرب الكرواتي إلى بلاده اليوم الثلاثة حيث كان في وداعه المدرب العام للمنتخب خالد بخيت والمدير الإداري أمير محمد خير يذكر أن زدرافكو استمر في تدريب منتخب السودان لمدة عامين قبل أن يتم إنهاء تعاقده مؤخرا قال رئيس لجنة المسابقات بالتحاد كرة القدم السودانية الفاتح باني أنهم يقفون على مسافة واحدة من كل الأندية مشيرا إلى أنهم ليسوا رابطة مشجعين للمريخ حتى يظلموا الهلال في القرارات الأخيرة التي أصدرتها لجنته وأوضح باني في تصريحات صحفية أن ردة فعل نادي الهلال بشأن قراراتهم غير منطقية إطلاقا لجهة أنهم لم يظلموا أحدا كاشفا عن أن اللجنة اتخذت القرارات بناء على ثلاثة تقارير تسلمتها موضحا أن التقارير التي رفعها حكم المباراة والمراقب والجهات الامنية أدانت الهلال وأكدت أن المباراة تنتخذت بسبب شغب جماهيره يذكر أن لجنة المسابقات أصدرت مؤخرا قرارا أعلنت فيه هزيمة الهلال بهدفين دون مقابل في مباراته أمام المريخة وحولت الأحداث التي شهدها اللقاء إلى لجنة الانضباط تختتم غدا الأربعاء في قاعة الأكاديمية الأولمبية السودانية فعاليات ورشة الرخصة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي لتايكوندو بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السوداني لتايكوندو لرؤساء الاتحادات الولائية لللعبة وأشرفت مسؤول الرخصة الدولية بالاتحاد الدولي لتايكوندو لمنطقة إفريقيا وشرق الأوسط عز الفولي الخبيرة الدولية أشرفت على الورشة التي استضافتها الخرطوم في الفترة من الثاني وحتى الرابع من ديسمبر حيث أشهدت الخبيرة عز الفولي بالمشاركات الواسعة من قبل لمنتسبي اتحاد تايكوندو في الورشة وأكيدت أن الورشة أسهمت بدور واسع وكبير في إصال مفخوم الرخصة الدولية للمستهدفين طيبة لحياة طيبة